اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأشياء المهمة في التعريف هو بصفة دائمة أن يقيم الشعب في قطعة أرض بصفة دائمة ويخضع في تسيره النظام معين طيب مقاومات الدولة الجزائرية مقاومات الدولة الجزائرية هي الأرض أي مساحة الجزائر الشعب لهم السكان السيادة التي هي الاستقلالية والسلطة السياسية رموز الدولة الجزائرية هي علامة مميزة تخص كل دولة ذات سيادة ومن خلالها يتم التعرف عليها تعد الرموز الوطنية عنوان السيادة والاستقلال وتمثل بطاقة تعريف للدولة القائمة المعترف بها دوليا والتمثل فيه أولا العالم الوطني الجزائري هو راية الدولة في الداخل والخارج يتكون من حقلين أخضر وأبيض يتوسطهما للال ونجمة حمروان يلفع بصفة دائمة على مقرات التي تأوي مصالح الدولة والأحزاب والجمعيات النشيد الوطني هو النشيد الرسمي للدولة يسمى بالسلام الوطني لأنه تحقق بعد الاستقلال للشاعر مفدي زكريا والملحن محمد فوزي قسما بمقاطعه الخمسة العملة الوطنية هي النقود الرسمية للدولة والمتداولة بين الشعب وهي الدينار الجزائري خاتم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وهو إنجاز الرسم محمد بوزيد هذه العملة وهذا الخاتم الجمهورية طيب هوية الدولة الجزائرية الشعب مصدر كل سلطة نظام الجمهوري ديمقراطي شعبي الإسلام هو دين المجتمع الجزائري والدولة العربية والأمازيغية لغتان وطنيتان رسمية الدستور هو القانون الأعلى للبلاد طيب العلاقة بين السلطات تعريف السلطة لغة هي السيطرة والتحكم يقول تسلط فرا على فرا على فرا تسيطر عليه وتحكم فيه بينما استلاحا هي ممارسة حكم وتمارسها هيئات منتخبة وأشخاص معينون أو معينون ويوجد في الجزائر ثلاث سلطات هي السلطة التنفيذية السلطة التشريعية والسلطة القضائية العلقة بين السلطات الثلاث إن السلطات في الجزائر تتمتع بالاستقلالية كل سلطة مستقلة عن الأخرى وذلك لعدم تداخل المهام وهي متضامنة من حيث الهدف لضمان تحقيق السير الحسن لمؤسسات الدولة طيب هي مستقلة كل واحدة وحدها لكن في ثلاثة تهدف لهدف واحد وتحقيق السير الحسن في الدولة سلطات الدولة السلطة التنفيذية هي سلطة تنفذ البرامج والقوانين التي تشريعها السلطة التشريعية وتنشط السياسة العامة للبلاد يمثلها ويقودها رئيس الجمهورية والوزير الأول إذن السلطة التنفيذية يقودها ويمثلها رئيس الجمهورية والمجرير الأول رئيس الجمهورية الجزائرية هو أعلى منصب في داخل الهيئة التنفيذية وقائد الأعلى للقوات المسلحة الجزائرية ينتخب عن طريق الاقتراع السري المباشر من طرف الشعب ولمدة خمس سنوات من اختصاصاته اختصاصة رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى لقوات المسلحة يقرر السياسة الخارجية للأمة ويوجهها يرأس مجلس الوزراء يعين الوزير الأول وينهي مهامه يبرم المعاهدة الدولية يسهر على احترام الدستور المحافظة على استقلال البلد ووحدته وسلامة أراضيه يعين أعضاء الحكومة بعد استشارة الوزير الأول طيب السلطة التشريعية هي هيئة تشريعية عليا في النظام الديمقراطي ويتكون من غرفتين غرفة المجلس الشعبي الوطني وغرفة مجلس الأمة له السيادة في اعداد القانون والتصويت عليه المجلس الشعبي الوطني اللي هي الغرفة الأولى ويضم حاليا 462 نائب وينتخب من طرف الشعب لمدة خمس سنوات وعدد أعضائه متغير فهو مرتبط بتتطور السكان في الجزائر مجلس الأمة يتكون حاليا من 144 عضو ومدته ستة سنوات يحدد نصفه كل ثلاث سنوات اختصاصات السلطة التشريعية اقتراح القوانين مناقشة القوانين وسن القوانين السلطة القضائية هي هيئة مختصة للنظر والفصل في المنازعات المعروضة أمام أجهزتها أي في المحاكم والقضاء المختلفة والاتتكون من محاكم ابتدائية هي قاعدة الهرم القضائي لأنها أول جهة قضائية تعرض عليها أغلب المنازعات وهي موجودة في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي جزائر المجلس القضائي هي جهة استئناف محكام الابتدائية كما قلوا تكسر الحكم وتروح للمجلس قضائي جهة استئناف للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم المحكمة العليا درجة العليا ثالثة هي هيئة المقومة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم الابتدائية تقوم تشوفهم لا تبقوا القانون عن المحكمة العليا لا تحكم في القضايا تشوف المحكمة الابتدائية والمجالس القضائية إذا تبقوا القانون ولا ما تبقوش دور السلطات القضائية النظر والفصل في القضايا المعروضة أمامها تسهر على حماية حقوق المواطن وحرياته الأساسية تسهر على تطبيق القوانين واحترامها القضاء على الظلم والتعسف والفسد السهر على خدمة البلاد وأمنها وحمايتها الإشراف على مختلف العملية الانتخابية تحقيق العدالة والمساوة بين المواطنين طيب التكامل بين السلطات الثلاث أقر الدستور على الفصل بين سلطات الدولة الجزائرية من خلال تنظيمها وتحديد صلاحيتها وتوزيع المهام على كل سلطة فاستقلال السلطات عن بعضها البعض هي ميزتها حتى تؤدي كل سلطة بالدور المنوط لها ورغم صفة الانفصال إلا أن كل سلطة تكمل الأخرى فإذا كان عدد القوانين والتصويت عليها من إختصاص السلطة التشريعية وتنفيذها من اختصاص السلطة التنفيذية فإن الجهة تحكم على من يخرقها ويخالفها السلطة القضائية ويبرز أيضا التكامل في مراقبة البرلمان لعمل الحكومة ومسائلة أعضائها للاستفسار حول بعض القضايا وقد يلجأ إلى إنشاء لجان تحقيق برلمانية في القضايا ذات المصلحة العامة العلاقة بين الحاكم والمحكوم عندنا الانتخابات هي عملية اختيار الأشخاص القادرين على تحمل المسؤولية وتتم بشكل سري أو برفع الأيدي وهي شكل من أشكال ممارسة الديمقراطية وتجري الانتخابات في المدرسة مكان العمل الحي البلدية الولاية والوطن الاستفتاء هو نوع من أنواع الديمقراطية وفيه يختار الشعب بين وارقتين تضمن إحداهما نعم والأخرى لا مثل استفتاء الاستقلال يوم واحد جوليه 1962 واستفتاء المصالحة الوطنية يوم 29 سبتمبر 2005 المجالس الشعبية البلدية هي هيئة منتخبة من طرف سكان البلدية لمدة خمس سنوات لتسييل شؤون المواطنين في البلدية يتراوح عدد أعضائه 13 عضو للبلدية التي عدد سكانها أقل من 10 ألاف نسمة و43 عضو في البلدية التي يساوي عدد سكانها 200 ألف نسمة أو ما يفوقه مهامها تسهيل الحصول على السكن التزويد بالمياه الصالحة للشرب توفير وصيانة شبكة الطرق حفظ الصحة ونظافة المحيط ضمان أمن المواطن كذلك تقديم الدعم في مجال التربية توفير خدامات الإدارية يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي البلدي حسب تغيير عدد سكان البلدية الناتج عن عملية الإحصاء العام للسكن والسكان الأخير المجلس الشعبية الولائية هي هيئة منتخبة من طرف سكان الولاية لمدة خمس سنوات ويتراوح عدد أعضائهما بين 35 عضو في الولاية التي يقل عدد سكانها 50 ألف نسمة و55 عضو في الولاية التي يتفوق عدد سكانها مليون و250 ألف نسمة مهامها معالجة كل شؤون الولاية التابعة لاختصاصها قانونا بوسطة مختلف الليجان الدائمة وتتخذ قراراته بموجب مداولة يقوم المجلس بالمداولة في كل المجالات التي تعني التنمية في الولاية التشغيل الصحة العمومية المساعدة الاجتماعية الثقافة والرياضة التراث الثقافي والسياحي السكن والتربية يتغير عدد أعضاء المجلس الشعبي الولائي حسب تغيير عدد سكان الولاية الناتج عن آخر عملية الإحصاء الوطني للسكن والسكان المجلس الشعبي الوطني ينتخب لمدة خمس سنوات بطريقة الاقتراع النسبي على القائمة مهامه سن القوانين المتعلقة بالحقوق والوجيبات بناقشة القوانين وتكييفها بما يخدمه حاجة المواطن مراقبة أعمال الحكومة وتقويمها مجلس الأمة يعد الغرفة الثانية للبرلمان ينتخب أعضاءه لمدة ست سنوات ويجدد نصف أعضاء مجلس الأمة كل ثلاث سنوات في الأخير بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله ترجمة نانسي قنقر